كما فتح وكيله الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة تحقيقات في فضائح تتعلق بينها بالعقار بالعاصمة حيث تم الاستماع إلى 150 شخصا من بينهم موظفون بالمحافظات العقارية بكل من ببحث وببعلي واس حول بالإضافة إلى موثقين اشتبها بتورطهم في قضايا نهب العقارة هذا وبعد أن تم تحويل المشتبه فيهم إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة أمر هذا الأخير بإدعاء أربعة موثقين نهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم التزوير في سجلات ومحرارات عمومية وتغيير وقائع كاذبة في صور وقائع صحيحة كما تم وضع ستة أشخاص من الموثقين تحت الرقابة القضائية